عقوبات جديدة وشاملة ستفرضها واشنطن هذا الاسبوع في اطار قانون قيصر على الرئيس السوري بشار الاسد ومؤسسات وشركات تقدم الدعم بشكل مباشر او غير مباشر لتمويل الحكومة وعملياتها العسكرية صحيفة نيويورك تايمز الامريكية قالت في تقرير ان السوريا في طريقها الى انهيار اقتصادي سيضعف سلطة الاسد داخليا ومن المرجح ان تؤدي العقوبات الاقتصادية الامريكية الصارمة بعد ان يدخل قانون قيصر حيز التنفيذ الاربعاء الى تفاقم الامور الصحيفة الامريكية نقلت عن المحلل في معحد الشرق الاوسط بواشنطن داني مكي قولها ان المشكلة بالنسبة للاسد هي انه لا يملك حلا مكي اكد ان الاسد يجد نفسه امام خيارين اما ان يتحدث الى الامريكيين ويقدم تنازلات او ان يتحمل ما يمكن ان يكون انهيارا اقتصاديا كبيرا ونقلت الصحيفة عن رجل من المكون العلوي له اقارب في قوات الحكومة السورية قوله ان انهيار العملة جعل رواتبهم عديمة القيمة حيث يكسب جنرالات الجيش ما يعادل اقل من خمسين دولار في الشهر ويبلغ رواتب جنود اقل من ثلث ذلك وانخفضت قيمة اللير السورية الاسبوع الماضي في السوق السوداء امام الدولار وادى الى تدمير القوى الشرائية للموظفين والى ارتفاع جنوني لمعظم اسعار المواد ما زاد من معاناة السوريين